اهلا بكم مشاهدين الكرام الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين الاضرابات مستمرة في لبنان ازمة مواد غذائية تلوح في الافق وتفاقم ازمة المحروقات الاردن يبدأ مفاوضات جديدة للحصول على برنامج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي هولندا وبلجيكا ومجموعة الدول الاسكندنادية تنوي الانضمام الى الالية الاوروبية للتجارة مع ايران اهلا بكم مع استمرار الازمة النقدية في لبنان في موازات التحركات الشعبية لوحظ فقدان بعض السلع الاساسية من المتاجر وارتفاع اسعار سلع اخرى التجار يؤكدون ان المستوردين يرفعون الاسعار بنحو غير مبرر فيما يربط المستوردون ارتفاع الاسعار بازمة سعر الصرف ايمن فاضل تمكن بعض المتاجر في لبنان من الحفاظ على توفير السلع الاساسية المتاجر قللت من الخيارات والانواع بعد عجل مستوردين عن توفير الدولار لعملياتهم وقيم بعضهم الاخر برفع الاسعار بما يفوق كثيرا ارتفاع سعر الدولار المواد الغزائية الاساسية كلها موجودة بس الاسعار كتير اكتر من قبل عم نبرم وعم نلقي كل شي بس لو الدولة بتدعم الصناعة الوطنية كنا ما منتأثر يمكن اذا عالي الدولار او اذا نزل فيه اشياء كتير موجودة بس انه هيدا فيه اشياء كتير مفقودة وفيه موجودة يعني ما في دولة تقدر تكمش هيدا الموضوع والعالم هلأ اول سنة عندك مئة وخمسين الف مئة وخمسين الف حدا حيتوزق حيقوضي بيته فشو الحل ما بعرف لما راح الأمور ما بعرف عنا مشكلة كبيرة وكل يوم عن يوم عم زيد وبالساعات عم تتفقى من المشكلة هي حاكم مصف لبنان والصرفين هن المافيا هن اللي قتلوا العالم المدير العام لمتاجر العاملية في لبنان يوسف حمود يؤكد ان محال تجزئة ترفض استلم بعض العلامات التجارية بسبب اصرار التجار على البيع باسعار مرتفعة او رفضها نظام الدفع الاجل ومطالبتها بالسداد الدولاري والفوري بقدر اقول لك انه لتاريخ اليوم بعد ما عم نشهد قطع نهائيا بالاصناف بعد انه عم نقدر نوفر السلع للمستهلك سوى انه عم نواجه غلاء الاسعار فقط لغير ويحذر رئيس جمعية المستهلك في لبنان زهير بره من مخاطر انزلاق لبنان الى عجز كبير في فتورة استيراده ما يعني فقدان معظم السلع من الاسواق فقدان بعض السلع شغلة طبيعية بالازمة الراهنة يعني كان لبنان يستورد بحجم هائل يتجاوز العشرين مليار دولار بما فيها سلع يعني حاجته الى منع كلها القد كبير بالمقابل تصدير ما لا يتجاوز المليارين الى ثلاث مليارات دولار فاليوم مع تراجع هذا العملة والمشكلة والازمة الاقتصادية الاستيراد لهذه السنة خف كثير ترشيد عمليات الاستيراد لتمكن من عبور الازمة مطلب اساسي للعديد من المراقبين لكن الحل لا يكون الا بتحفيز الانتاج حتى لا يبقى لبنان رهينة لعجز هائل في الميزان التجاري اكد اصحاب محطات المحروقات في لبنان استمرار الاضراب عن العمل الى حين الوصول الى مطلبهم وهو تسلم المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية لبيعها لزبائنهم بالليرة ايضا ما يسمح بتفادي الخسائر الناجمة عن انخفاض سعر الصرف من جهة الاقرة نفذ سائق سيارات الاجرى والباصات العمومية اعتصاما في محلة الكولة في ضواحي بيروت للمطالبة بمعالجة ازمة المحروقات بعدما نفذ المخزون الذي بحوزتهم في ظل استمرار اقفال المحطات ولمعالجة الازمة الراهنة في لبنان اقد اجتماع مالي في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون وحضور وزراء المال والاقتصاد وحاكم مصر في لبنان ورئيس جمعية المصارف ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وممثلين عن رئيس الحكومة سعد الحريري المجتمعون اكدوا ان الاطراف المعنيين مازالوا حاضرين وفاعلين في الموضوع المصرفي والمالي وان الحلول العملية ستتخذ اتباعا للتخفيف من المعاناة العامة في البلاد بدأ الاردن مفاوضات جديدة للحصول على برنامج تمويل مدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي لتحفيز النمو المتوقف عند الثاني في المئة تقريبا طيلة العقد الاخير وقال وزير المالية الاردني محمد العسعس ان الاردن لن يقبل املاءات من منظمة التمويل الدولية مضيفا ان سلطات بلاده لا تقبل بالتدخل في شؤونها لانها اكثر دراية بما يلزمها للنهوض بالاقتصاد يذكر ان صندوق النقد اعلن يوم الاثنين انه يعد برنامجا جديدا ليحل محل اتفاق سابق مع الاردن وان وفدا سيزور عمان في اواخر كنون الثاني يناير لاستئناف المفاوضات تجاوز عدد المستثمرين في المدينة الصناعية بحسياء في حمص 900 مستثمر برأس مال يصل الى نحو 200 مليار ليرة سورية منهم 229 مستثمرا يقومون بالانتاج الفعلي رغم الحصار الغربي وتأثيرات الحرب محمد الخضر مئات المنشآت الصناعية تبدد مشهد البادية القاحلة قرب الاتوستراد الدولية بين دمشق وحمص عجلة الانتاج تستعيد عافيتها ببطء في مدينة حسياء الصناعية بعد سنوات الحرب بنا تحتية وتسهيل الاجراءات الادارية ضمن خطط جذب المستثمرين لإقامة مشاريعهم عنا 352 منشآة منتجة أي موضوعة بالانتاج برأس مال تقريبا 68 مليار ليرة سورية وبعدد عمال حوالي 8000 عامل منشآت قيد الانتاج بحدود 560 منشآة في المقابل يشكو أصحاب المنشآت من عوائق جدية فرضتها ظروف الحرب انقطاع الكهرباء وعدم استقرار سعر صرف الليرة يحداني من توسع الأعمال نحن رغم كل الظروف مستمرين بالعمل رغم أزمة الأزمة بس الظروف اللي عما تساعدنا عما نلاقي فيها صعوبة هي موضوع سعر الصرف ما نسابت موضوع من فترة وجيزة ارتفاع سعر الأطن وموضوع السوق الخارجي نحن حاليا كان سوقنا الوحيد هو لبنان وهلأ اللبنان فيها أحداث هذا كله أثر على صناعة الغزل إجمالا النسيج بسوريا مشاريع حيوية تتواصل في حسياء الصناعية تضم إكمال محطة المعالجة التي وصل العمل فيها إلى نحو 80% إضافة إلى ربط المدينة بشبكة طرق وجسور بالطريق الدولي الانتاج بكل أنواعه يشكل أملا للاقتصاد السوري للخروج من تداعيات الحرب يضيف مئات المستثمرين السوريين في المدن الصناعية رافدا مهما لخزينة الدولة بالرغم من الظروف القاسية المحدقة بالصناعة السورية محمد الخضر من مدينة حسياء الصناعية بحمص الميادين يعقد في العاصمة المصرية القاهرة الاجتماع الثلاثي لمعالجة أزمة سد النهضة بين كل من مصر السودان وإثيوبيا الاجتماع سيكون الثاني من جملة أربعة اجتماعات تعقد على مستوى وزراء المياه واللجان الفنية للدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله ويلتأم الاجتماع المقبل يومي الاثنين وسلثاء في القاهرة على أن تعقد الاجتماعات المقبلة في الخرطوم وأدي سبابة على التوادي أغلقت السلطات الإيرانية منفذ مهران البري الذي يربط محافظة إيلام بمدينة الكوت العراقية ويعد هذا المنفذ من أهم المعابر الحدودية التي يتضفق منها زوار البلدين إضافة إلى البضائع والتبادل التجاري وكانت إيران قد أعادت فتح منفذ مهران وباقي المنافذ الحدودية مع العراق بعدما شهدت موجة احتياجات عارمة بسبب رفع أسعار البنزين أعلنت وزارات الخارجية الفنلندية أن كل من فنلندا، السويد، الدنمارك، النرويج، بلجيكا وهولندا بصدد الانضمام إلى آلية التعامل التجاري مع إيران أنستكس وكان وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو قد أكد في وقت سابق دعم بلاده إلى جانب الاتحاد الأوروبي لتشغيل قناة أنستكس الخاصة بالتبادل المالي مع إيران رغم ضغوط أمريكا على الشركات الأوروبية كما أكد هافيستو خلال لقائه نظيره الإيراني محمد جوال ظريف في آب أغسطس الماضي ضرورة الإسرع في تشغيل هذه القناة المالية الخاصة بالتبادل التجاري مع إيران استأنفت الحكومة الألمانية قرار محكمة الاتحاد الأوروبي المتعلق بخط أوبال لأنابيب الغاز وهو خط داخلي تابع لشبكة السيل الشمالي وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي قد ألغت منذ ثلاثة أشهر قرار المفوضية الأوروبية الذي يسمح لشركة جاسبروم الروسية باستخدام طاقة خط الأنابيب أببال الأمر الذي رفضته السلطات الألمانية فيما يرى بعض دول الاتحاد الأوروبي أن توجيه كميات إضافية من الغاز الروسي إلى أوروبا يعيق المساعي الأوروبية لخفض الاعتماد على موارد الطاقة الروسية هوت عملة تشيليا البيزو إلى مستوى تاريخي منخفضاً لليوم الثاني على التوالي في أعقاب الاحتياجات العنيفة المستمرة منذ أكثر من شهر وارتفع الدولار أمام البيزو بنسبة 1.5% إلى 329 بيزو للدولار عند أغلاق يوم الخميس وسط تحذيرات الخبراء من ترد الأوضاع النقدية والاقتصادية مع استمرار أعمال العنف في الشارع يذكر أن العملة التشيلية بدأت تراجعها مطلع الشهر الحالي مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية وانخفضت قيمتها بنحو 8% في الخبر الأخير أطلق متظاهرون في مدينة سيدن الأسترالية التي غطط سحابة من الدخان السام المرتبط بالحرائق المدمرة على الساحل الشرقي للبلاد أطلقت سلسلة جديدة من الاحتجاجات العالمية على ظاهرة الاحتباس الحراري وقد أدت الحرائق منذ مطعة الشنوى الأكتوبر الماضي إلى وفاة ستة أشخاص وتدمير مئات المنازل وأكثر من مليون ونصف مليون هكتار من الأراضي الزراعي وأنكر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون الذي يستهدف المتظاهرون وجود أي علاقة بين الحرائق وتبدل المناخ بينما تدافع حكومته بشدة عن صناعة المناجم المربحة جدا هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكرا لكم حسن المتابع المدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء